تحديات كبيرة تعترض طريق التقدم نحو الإعلان المشترك حقيقة أقر بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث الذي كرر في أحدث إحاطة قدمها إلى جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن المضمون ذاته في إحاطاته سابقة إذا أبقى الحكومة وميليشيا الحوثي في حالة استعداد وجاهزية للاستمرار في المفاوضات لكن دون نتيجة في المدى المنظور انصبت تحركات غريفث خلال الأسابيع الماضية حول دفع الطرفين إلى القبول بصيغة الإعلان المشترك وخلالها طالب الطرفين باتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها في وقت أقر فيه بأن القضايا التي يكتنفها هذا الإعلان أكثر تحدياً ومحورية في سياسات هذا النزاع وفي الوضع في الميدان ولا يمكن التقليل من أهمية ذلك أبداً بحسب ما جاء في إحاطة غريفث وعلى عكس ما يشي به الواقع الميداني خصوصاً في محافظة مارب إلا أن المبعوث الأمم اعتبر أن وطيرة العنف على الخطوط الأمامية لم تعد بالشدة ذاتها مقارنة بالأشهر السابقة واصفاً ذلك بالأمر الإيجابي لكنه ليس بحد ذاته مصدراً عظيماً للإطمينان إذ ما تزال المخاوف تساوره من تصاعد موجات العنف خصوصاً في مارب وتعز احتلت الوضعية الكارثية لخزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى حيزاً من إحاطة غريفث لكنه استخدم عبارات أكثر لطفاً ليثبت أن مليشيا الحوثي تعرقل أي تقدم باتجاه الوصول إلى حل بشأن هذا الخزان مكتفياً بالقول إن النقاشات مع الحوثيين تسير بوتيرة أبطأ مما تتطلبه مسألة بهذا الحجم وبهذا القدر من الإلحاح مقاربة المبعوث الأممي لاتفاق الرياض جاءت مغلفة بالتفاؤل وسط شعور بالإطمينان تولد عن اتصال قال إنه تلقاه قبل ساعة من استعداده لإلقاء الإحاطة يؤكد فيه مسؤولون في الرياض لم يعرفهم بأنهم سيتمكنون قريباً من الإعلان عن تقدم ملموس على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق الإشارة الأخطر في أحدث جلسة افتراضية يعقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الذي تحدث بوضوح وصراحة بالغين عن أن العد التنازل لوقوع كارتة في اليمن قد بدأ وأن مزيجاً ساماً يحدث من تصاعد العنف وتعميق الانهيار الاقتصادي والعملة وتزايد تفشي كوفيد 19 مما يوصل البؤسة إلى مستوى جديد مؤكداً الحاجة إلى نحو الملياري دولار خلال العام المقبل 2021 لألا يموت الناس وسط الظلام الذي يهدده بإغناط اليمن موسيقى موسيقى موسيقى